بحث وزير التنمية المحلية هشام أمنى مع وفد البنك الدولي تعظيم الاستفادة من الأصلحات الهيكلية التي أنتجها برنامج تنمية صعيد مصر لتطوير الإدارة المحلية وقال أمنى أن الحكومة تسعى لتعزيد النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر باهتمام ودعم من القيادة السياسية مؤكدا أن البرنامج ساهم في تهيئة بيئة ومناخ الأعمال من خلال دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة وأيضا في نفس الصياقة أكد وفد البنك الدولي أن قرارات المجلس الأعلى الإثمار تعد نقلة نوعية لنظرات مصر لدول القطاع الخاص وتعذي وثقة المؤسسات الدولية تجاه رؤية الحكومة في تهيئة مناخ الأعمال كما أشهد وفد البنك الدولي بما أحرزه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تقدم على مستوى الإصلاحات المؤسسية وتحسين جودة خدمة البنية الأساسية المقدمة للمواطنين بمحافظات الصعيد ترجمة نانسي قنقر